اشتركوا في القناة التطبيقات الكتابية انجزوا على دفتري اصرفوا حسب الجدوالي اذا لدينا هنا بعض الافعال فعل مصرف في المضارع وفعل مصرف في الامر مع الضمير انت اذا هذا الفعل هذا اغتسل مصرف في المضارع مع الضمير انت انت تغتسل ومصرف في الامر مع الضمير انت اغتسل اذا مطلوب من هنا نكمل التصريف دي لاتفعل في المضارع مع الدمائر أنتي أنتم أنتم أنتنا وكذلك تصريف دي لفعل في الأمر مع الدمائر أنتي أنتما أنتم أنتنا إذا نصرف هذا الفعل لي هو اغتسل أنت تغتسل في المضارع أنت تغتسلين أنتم تغتسلون أنتن تغتسلن إذن الفيل اغتسل في المضارع مع الضمائر أنت أنت أنتما أنتم أنتن أنت تغتسلوا أنت تغتسلين أنتما تغتسلان أنتم تغتسلون أنتن تغتسلن إذن نمر إلى الأمر أنت اغتسل أنت اغتسل إغتسل أنتما اغتسلان أنتم اغتسلوا أنتنا اغتسلنا إذن نمر إلى الأمر أنت تغتسلوا أنت تغتسلين أنتما تغتسلان أنتم تغتسلون أنتن تغتسلن في الأمر أنت أنت اغتسل عفوا أنت اغتسل أنتما اغتسل أنتم اغتسلوا أنتنا اغتسلنا نمر إلى السؤال الثاني أستخرج مما يلي ما أملأ به الجدول إذا هبت الريح الباردة إبتهج يا فلاح وإستعد للزراعة وإذا هطرت الأمطار وسادت الجداول إزرع بذورك إذن لدينا هنا ما هو المطلوب منه؟ جمل مبدوء بفعل أمر إذن لدينا هنا بعض الجمل المطلوب منه هنا نضع ثلاث جمل مبدوء بالفعل اللي هو فعل الأمر إذن عندنا أول جملة إبتهج يا فلاح إبتهج يا فلاح عندنا هنا يبتهج وفعل أمر إذن إبتهج أفوا إبتهج يا فلاح إستعد للزراعة كذلك عندنا هنا إستعد للزراعة إستعد أو إستعد للزراعة للزراعة وكذلك إذا هطرت إزرع بذورك إذن جمل مبدوء بفعل أمر إبتهج نحاول لكم نكتب لكم الفعل هذا وقع واحد الغارات إبتهج نساو هذا أننا إبتهج يا فلاح إستعد للزراعة إزرع بذورك إذن هذه الجمل مبدوء بفعل أمر السؤال رقم ثلاثة أحاكي الأسلوب الأتي ما أطول رحلة الماء في الطبيعة وما أسعدنا بهذه النعمة إذن المؤتد سيف�� هذا أسلوب ما أطول رحلة الماء في الطبيعة وما أسعدنا بهذه النعمة إذن سوف نحتفظ فقط بما وما وغادي نحاولو أن نركبوشي جملة مفيدة بحال هذا الأسلوب هذا إذن مثلا ما أكرم الفلاحة وما أولاه بالاحترام والتقدير إذن ما أكرم الفلاحة وما أولاه بالاحترام والتقدير إذن ما أكرم الفلاحة وما أولاه بالاحترام والتقدير نمر إلى السؤال الرابع أضع كل كلمة في المكان المناسب إذن عندنا هنا دابتي أدابتي جمعتي تجمعتي إذن المطلوب من هنا نوضع كل كلمة من هذه الكلمات في المكان المناسب ديالة فالجمل إذن عندنا هنا الشمس تلوج أدابتي الشمس الثلوج أدابتي الشمس الثلوج عندنا هنا الثلوج فجرت الأنهار ذابتي الثلوج فجرت الأنهار عندنا هنا تجمعت السحب في السماء تجمعت تجمعت السحب في السماء وجمعت البحيرة ماء كثيرا كثيرا عفوا إذن أذابت الشمس الثلوج ذابت الثلوج فجرت الأنهار فجرت عفوا فجرت الأنهار تجمعت السحب في السماء جمعت البحيرة ماء كثيرا إذن أعزائي عزيزاتي الكرام كان هذا هو الفيديو دياليوم التطبيقات الكتابية الوحدة الخامسة الأسبوع الثاني صفحة 172 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي إذن نجمنا أنكم تكونوا استفتما في الفيديو عزيزاتي الكرام إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله أهدنتم في رعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة